الجيش الأمريكي رفع من حالة التأهب اللي هي هم بها الآن في العراق وأوصلوها إلى حالة التأهب القصوى في العراق وطبعاً هذه كلها تصير بعد معلومات هم حصلوا عليها بأنه فعلياً الميليشيات التابعة لإيران الموجودة بالعراق هي لديها نوايا حقيقية وتحركات مريبة لعمليات قصف موجهة على قاعدة فيكتوريا على قاعدة عين الأسد على السفارة الأمريكية وقاعدهم معلومات كثيرة خلتهم البارحة ومن البارحة إلى اليوم يسوون طيران مكثف بشكل كبير بمقاتلات أمريكية من عدد مختلف ومتنوع جداً من الطائرات الأمريكية طبعاً هذه المعلومات اجتي من أحد المسؤولين الأمريكيين اللي ما كشف عن اسمه لكن صرح بهذه الأمور إلى موقع اسمه defenseblog.com وشوف شنو اللي قاله بالضبط قال مسؤول أمريكي أن البنتاجون يراقب عن كثب على وجه التحديد مؤشرات مقلقة عن استعدادات هجوم محتملة من الميليشيات الإيرانية في العراق وأضافت أيضاً أن كل القدرات من الأسلحة المسؤول نفسه هو اللي قال هذا الكلام أن كل القدرات من الأسلحة التي تحتاجها الجماعات موجودة بالفعل في العراق وأن الميليشيات تحتفظوا باستمرار بمخزون من الصواريخ والمدفعية وطبعاً هذه التحركات وهذا الطيران المكثف اللي دي يصير الآن على العراق واللي رصد البارحة مو بس إجابي هذا الكلام وبهذه التصريحات من المسؤولين وإنما رصدتها الرادارات العالمية وأخذتها مصادر ونشرت في كل مكان وأخذنا جزء من طبيعة الطيران اللي دي تصير وحطينا ملاحظات وعدد من الملاحظات اللي عليها فواضحة بهذه الشاشة عملية الطيران اللي صارت اللي رح نوضحها لكم لكن هذه هي الصورة المباشرة لطبيعة الطيران اللي هي جاية طبعاً من مناطق الخليج ومتوجهة بالخط بدخولها إلى البصرة من الجنوب العراقي إلى الوسط وقطعت طبعاً النجف والحلة وبغداد ووصلت إلى الشمال وبعدياً سوت عملية التفاف واستمرت بهذا الطريق وحتى على طريق الأنبار فلذلك هذه هي اللقطات الرسمية والتحركات اللي تحركت بها هذه الطائرات المقاتلات الأمريكية فلذلك حتى نلقي نظرة أوضح على طبيعة الطيران وحتى تتوضح الأمور أن هذه هي المقاتلات الأمريكية اللي موجودة باللون الأحمر اللي رصدت يوم أمس فوق العراق فواضح بأنه شون هي ده تدخل في الجنوب وده تجي في منطقة الأنبار اللي هي طبعاً تعتبر مهمة جداً هذه المنطقة ورح نقولكم ليش وكذلك وجودها في الشمال العراقي وبعدياً عودتها من جديد وهذه مستمرة حقيقة يعني ليس هناك أنباء أنه توقفت مثلاً أو غيرها لا بالعكس هناك تكثيف واحتمال تتكثف بشكل أكبر في الأيام القادمة وحتى أكو نوعيات طائرات أخرى ضتطير من خارج العراق هي في عملية مراقبة ورصد لكل التحركات اللي تتصير على المستوى الجوي على المستوى البحري إذا كانت في إيران أو في العراق أو من إيران إلى داخل العراق فلذلك هم معدهم معلومات استرموها وعلى هذا الأساس دي يصير التحرك فخلينا الآن نلقي نظرة على هذه الطائرات وهذا التحرك بهذا الاتجاه بالنسبة للعراق هذا التحرك دي يجي في منطقة خطيرة جداً إذا رجعنا الآن إلى هذه الخارطة من جديد وريد نلقي نظرة على طبيعة الحركة اللي صارت هذا التحرك بهذه المنطقة دي يجي في منطقة دائماً تنقصه دائماً تعتبر هي منطقة خطيرة وريد زون الحكومة العراقية ما تقدر تدخل لها لهذه المنطقة المنطقة هذه طبعاً اللي داتمون فوقها الطائرات الأمريكية الآن هي جرف الصخر وجرف الصخر إذا ألقينا نظرة أيضاً قريبة حتى نشوف ليش هي داتمون الطائرات وليش يمركز على هذه المنطقة تحديداً مو بس من أجل ضربها لا بالعكس بل إن جرف الصخر أصلاً هي وحدة من المناطق اللي لا تبعد كثيراً عن قاعدة عين الأسد فلذلك إذا ألقينا نظرة على القياسات اللي أخذناها في هذه الحلقة من جرف الصخر إلى قاعدة عين الأسد رح نلقي إنه البعد فقط 266 كيلومتر وأي صاروخ طبيعي أي صاروخ ميد رينج حتى شورت رينج ممكن أن يجي ويضرب قاعدة عين الأسد بكل سهولة فلذلك هم دي يسوون هذا الطيران ومرجح جداً إنه تكون هناك ضربات في جرف الصخر اللي هواي عليها التقارير ما نقدر نثبتها الآن لكن تقارير غربية تقارير أجنبية كلام من مسؤولين محليين عراقيين بأن هناك صواريخ البعض يقول لك حرس ثوري إيراني وهذه اللي البعض يعتقد إنه ليش هواي مسؤولين ما دي يقدرون يروحون إلى جرف الصخر بسبب الأمور اللي ذكرناها ولننسى إحدى آخر الضربات اللي سوتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كانت على جرف الصخر فلذلك هذه المسافة فعلاً ترجح ليش الطيران الأمريكي ديفوت من هذه المنطقة فهذه التحركات المريبة مع هذه الأنباء مع الطيران المكثف الأمريكي بهذه الاتجاهات قد تعطي فكرة نوعاً ما عن طبيعة الضربات اللي ممكن نشهدها في الأيام القادمة مع كثرة هذه التقارير فعلاً أصبح الأمر مقلق للغاية أيضاً واحدة من الطائرات المهمة هي هذه طائرة باللون الأزرق هذه الطائرة هي ده تطير بالسعودية ده تطير بالخليج وده ترجع إلى السعودية ده تتوقف في السعودية فقط لعملية رصد لكل هذا الطيران اللي دي يصير وهذه نوعية الطائرة حقيقة اللي ده تطير هي بوينغ ثري بي هذه الطائرة هي تشبه الأوكس إحنا نعرفها العراقين من خلال المعارك إذا كانت على مستوى حرب الخليج أو حتى الـ2003 تشبه الأوكس تماماً هي ده تسوي كل عمليات الرصد اللي ده تصير طبعاً من السعودية إلى العراق وده تجمع معلومات كاملة عن أي صواريخ تنطرق طائرات تنطرق شنو طبيعة الضربة لأنه لحد الآن محد يقدر يتكهن عن طبيعة فعلاً الضربات التي ممكن أن تحدث كذلك أكو توثيق لعملية حقيقة كل هذه التحركات من موقع مهم مهتم بعملية الرادارات والطيران والحركة الجوية وحتى الحركة البرية اللي هو باباك تافائي هو اللي ثبت هذا الموضوع ونشر البارحة قبل تقريباً 12 ساعة من الآن قال الآتي قال ما لا يقل عن 20 طائرة مقاتلة من USAF اللي هي US Air Force و US Navy و USMC تحلق فوق العراق وهذه طبعاً تفتح الكثير من الأسئلة الآن أنه وين إحنا راحين كعراق هذه الأمور تدري بها الحكومة أو ما تدري صارت بموافقات حكومية أو ما صارت لمثل ما نعرف أن هناك منع للطائرات الأمريكية أن تحلق من دون موافقة عراقية فهذه طبعاً ظل أسئلة ممكن ما نلقي إجابة إلها أبداً إلى أن نشوف الأكشن اللي يصير على الأرض وننتظر التقارير اشتركوا في القناة